أبنائك الثلاثة بتحدد لهم محدد لهم مستقبلهم حيبقى إيه ولا مش حتى تدخلي في صناعة مستقبلهم لا أنا حمشيهم على المسار الأول أنا عندي بناتي فاطمة و لولو يدرسون في الفولتير سكول فرنسية و عندي فاهد ابني اللي يحفظهم طبعا جميعا يدرسون في يدرس في القطر أكاديمي سكول أكاديمية في قطر فحبيت أنه البنات يدرسوا فرنسي هم طبعا يدرسوا فرنسي وإنجليزي وعربي وطبعا أكيد شريعة ونفس الشي هو بيدرس بس هم كمان في مدرسته كمان بيعطوهم لانجوج أكثر يعني إيطاليا وبيدرسوا كمان يعني كمان بيدرس فرنسي وإيطاليا في المدرسة فأحاول أني أنمي فيهم الدراسة و لانجوج و يعني صورة يبقى عندهم لكن بعد كده كل واحد فيهم هو اللي هيحدد ولا أنت يحدد يتجي إلى أين أنا مش في عصر دلوقتي أنه الأم تحدد والأم لا أنت تعطيه طريق الصواب وتنصحه وبالكلمة الطيبة كل شي يصير طيب لكن ما فيش حد عنده بدايات ميول فنية في سن القفول ما تقولش كلام ده خالص هو وقت أقول كلام ده يبقى أنت ضد أنهم يشتغلوا في الفن أكيد نهائيا ولا أسمح طيب مش ديس دواجية مش لو أخوك يطبق معاك ده ما كنتش حدغني أخويا أخويا هقول لك أنا باكر أنا قلت لك إيه باكر قلت لك إيه بداية الحديث أمي أمي ثم أمي ثم أمي فطالما أنه رضى الأم أمي قالت لي الله يوافجتش خلاص مدام تابين آه وفقت وغنيت أمي أول أمي كلكم وصيكم على أمهاتكم الأم طبعا والحقيقة يفقد رضى الأم يفقد حياتها كلها أهم عوامل المجاعة كلها خلاص الأم